بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين وأن ينزلهم منازل الصديقين وأن يجازيهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين وأن يلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ظالين ولا مضلين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات مرحبا بكم على شاشتكم شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن تكون رحمة للمسلمين وأن ينتفع بها أبناء وبنات المسلمين اللهم أنفع بها أبناء وبنات المسلمين وبهذه المناسبة ما دمنا قد سألنا الله أن ينفع بقناة الرحمة أبناء وبنات المسلمين أقول لهم لشباب الأمة بأمانة هذه القناة الكريمة المباركة التي شاء الله عز وجل أن يجعلها منحة لأبناء الأمة في هذا الزمان الذي يموج بالفتن والذي كشر فيه أعداء الأمة عن أنيابهم بشكل سافر وهم يضمرون الشر كله ويفتنون في أساليب الإغراء والفتنة أقول لأبناء وبناتي إن الله عز وجل وقد أكرمكم بهذه المنحة المباركة اعلموا بأنها حجة عليكم فاجعلوها لكم اجعلوها حجة لكم وتابعوا برامجها واستفيدوا منها قد خصها الله عز وجل بكوكبة طيبة من العلماء الطيبين لا نزكيهم على ربهم فهو بهم أعلم ولكننا نحسبهم والله على خير كثير كلهم يحرصون على الخير لكم ويحرصون على النصح لكم في توقيت أنتم في أمس الحاجة فيه إلى هذا النصح وإلى ذلك التوجيه والله يعلم كم نعاني في سفرنا حتى نصل إليكم وحتى ننال شرف خطابكم وحتى ننصح لحضراتكم يعلم الله عز وجل بالجهود الكريمة التي تبذل في هذا المجال المطلوب اجعلوها لكم ولا تجعلوها عليكم هي لكم إن أنتم حققتم الفائدة المرجوة منها وتتلمذتم على شيوخها وجلستم وجلستم لتسجيل هذه المحاضرات والاستماع إلى السادة العلماء انشروا هذا الخير بين الناس انشروه محاضرات على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من هذا الغثاء الذي تتبادلونه فيما بينكم على شاشة الانترنت بدلا من النكة السخيفة التي تدور بين المستهترين بدلا من التطاغل على علماء الأمة بدلا من اختلاق المواقف والقصص الذي لا اصل له ويعلم الله بانه من الافك والبهتان الذي يلصق بالسادة الكرام من رموز العلماء العلماء لا اخص الدعاة فقط ولكني اتحدث على مستوى كل العلماء والنابهين من المخلصين لبلدهم الحبيب الذي نحبه جميعا مصر العزيزة اقول يا ابناء بدلا من هذه الممارسات غير الشرعية احسنوا الانصات والمشاهدة للقنوات الفضائية الاسلامية الاسلامية انصطوا الى كل ما يقدم لكم درسا في اسلامكم واحكام شريعتكم واخلاق دينكم العظيم هذا هو الخير بعينه وانتم والله في امس الحاجة اليه اجلس بينكم محاضرا واعرف ما يجري ونعرف كذلك مستوياتكم في العلم بشريعة ربكم فاراكم احبائي اراكم مفتقرين الى هذه البرامج ويؤسفني ان كثيرين منكم لا يتابعون برامج القنوات الفضائية الاسلامية وهي كثيرة وغنية بالعلماء وبالبرامج المفيدة يؤسفني انكم لا تحسنون المتابعة وانشغلتم عنا بامور اخرى بمواقع كان من الممكن ان تكون سببا في ثرائكم العلمي واجتهادكم في البحث العلمي وثرائكم ايضا بالكتب العظيمة التي يمكن ان تكون هذه الوسيلة سببا فيها لتنمو المكتبة العلمية عندكم كان من الممكن ان يكون ذلك ولكني ادخل الان الى موضوع درس هذه الليلة وهو شكوى اخرى من شكاوى النساء تعلمون باننا نقدم سلسلة من الاحاديث بعنوان النساء يشكون سنقدم واحدة من هذه الشكاوى هذه الليلة وهي قريبة جدا من هذا الموضوع او من هذه المقدمة التي اسمعتكم اياه وقبل ان ادخل اليها فالمطلوب منكم ان تبلغوا اخوانكم واهليكم بلغوهم بموقع قناة الرحمة وبارقامها بارقام الارسال يعني تستطيعون ان تستقبلوا قناة الرحمة على ترميز كذا او على رقم كذا هذا امر معروف لكم ساعدوا اخوانكم الذين لا يجيدون التعامل بهذه اللغة واحسنوا ارشادهم الى موقع قناة الرحمة لتكون موجودة في كل بيت من بيوت المسلمين كثيرا ما التقي باخواني فيسألون اين قناة الرحمة سبحان الله اين قناة الرحمة نعم لم نعد نرى القناة على الشاشة يا سيدي اتق الله عز وجل والله ما توقفت القناة عن البث من فضل الله عز وجل وربنا يريد لهذا الصوت المبارك صوت الاسلام العظيم في هذه القناة يريد له أن لا يتوقف وَلَن يتوقف بإذن الرحمن الرحيم اللهم أمين نستمد منك العون فكن لنا وأكرمنا ولا تئنا واجعل هذه الرسالة المباركة في كل بيت من بيوت المسلمين يا رب العالمين ووفقنا لنبلغ عن الله ما يرضي الله اللهم وفقنا لنبلغ عن الله على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى اللهم أمين فساعدوا الناس وانشروا هذا الخير بينهم وحددوا لهم هذه الخريطة خريطة البرامج حددوها من الساعة كذا إلى الساعة كذا برنامج متكامل على مدار الأسبوع انشروه على هذه المواقع لله رب العالمين ستؤجرون عنه إن شاء الله شكوى النساء هذه الليلة في صلب هذا الموضوع نعم شكوى النساء صدقوني والله شكوى شبه يومية شبه يومية تقول إحدهن ألاحظ على زوج هذه الأيام أنه يخلو إلى الإنترنت ساعات طويلة فأقول لها أحسن الظن به لعله ينشغل بأمور مفيدة بأمور علمية أو يتابع قضايا بعينها أو ما إلى ذلك تقول لا والله لقد عرفت بطريقة الخاصة أنه يتواصل مع أناس ويتصل بهم هاتفيا أناس من الرجال من زملائه في العمل أو أصدقائي تقول كلا إنه يتصل بفتيات بنساء وربما استمعت إليه بأذني وهو في غفلة عني وقد تكرر منه ذلك وأصبحت الآن على ثقة بأنه يداوم على هذا العمل وأشعر بغصة تؤرقني الآن ليلة نهار بسبب هذا السلوك هذا سلوك يمكن أن يكون دينا يستوفى من بناتنا ومن أبنائنا من بعدنا فضلا عن العلاقة التي كانت بيننا فأفسدها بهذا العمل طيب لماذا لم تتحدث إليه تحدثت إليه ونصحت له فيقسم أنه يعني يطلع على بعض الأمور العادية ولا يفعل شيئا من هذا الذي رأيته وهو يكذب علي يعلم الله بأنه يكذب علي قبل أن أشكو لغير من هذه المشكلة تأكدت تماما بأنه يتصل بالنساء ويتحدث إلى الفتيات ولوقت طويل وربما لوقت متأخر وتشكو الأخرى من المواقع مواقع الحرام المواقع الإباحية التي تبث لتفسد شبابنا ولتفسد رجالنا ولتفسد أخلاقنا من البنين والبنات على حد سواه شكوى مؤسفة ومر وكم يعز علي كثيرا ويؤلمني أن تتصل إحداهن لتشكو زوجها وهو من هذه الممارسات الصبيانية ممارسات المراهقين المنحرفين وأتعجب أتعجب كيف يرضى رجل محترم وفي معيته زوجة شرعية محترمة وفي سن ربما تجاوز فيها الأربعين أو الخمسين أعلم هذا أعلم هذا من أهله كيف يسمح لنفسه أن يسقط إلى هذه المستنقعات الآسنة كيف يرضى ولماذا لا يتق الله في أهل بيته والله يعلم بأنه لو رضي بما قسم الله له واتق الله عز وجل في زوجته وأبنائه وبناته سيغنيه الله بزوجاته هذه عن غيرها عن غيرها من النساء المهم أن ترضى يا رجل وأن تتقي الله في أعراض المسلمين والمسلمات كيف ترضى لنفسك وأنت في هذه السن أن تفعل أفعال الصبية من صبية المراهقين ماذا تريد من ذلك هذا خلل أخلاقي بين هذا فساد فساد في مجتمع المسلمين يقودنا إلى مجهول لا يعلمه إلا الله هذه الأجهزة ما خلقت أبداً لفساد أخلاق الناس فأحسن توظيفها فيما أنشئت واخترعت من أجله أما أنت اسمح لي أن أقول إذا كان الأمر كما تحدثت زوجتك وكما تأكدت وقد سألتها بالله مراراً أن تحصن الظن بك إن كان الأمر كذلك أنت رجل فاسد وسأكتفي بهذه العبارة سأكتفي بهذه العبارة فإن مرادفات هذه الكلمة كثيرة وتنطبق على كل من يفعلون ذلك ليس من حقك ليس من حقك أبداً أن تهاتف امرأة أجنبية فقلت هذا الكلام منذ عدة أسابيع ليس من حقك شرعاً امرأة أجنبية لا تحل لك وليست محراماً ليست أختاً ولا أم ولا ابنة أخت ولا ابنتا أخت ولا ابنت ليست محرمة من أين واتتك الجرأة أن تتحدث إلى امرأة أجنبية وربنا الكريم مطالع عليك إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هذه فتنة عندما تخدع إحدى الفتيات وتستقطبها على موقعك ويا له من موقع وعندما تغريها وتستغل قصر عقلها وقصر فكرها لتفسد عليها أخلاقها هذه واحدة من أبشع الجرائم وهذه فتنة والمنتظر عذاب جهنم عذاب جهنم إن إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ينام رب الأسرة مرهقا متعبا من يوم مرهق وهو لا يعلم شيئا عن أبنائه وبناته وتأتي أنت أيها المستثر الآثم لتتصل ببنات الرجل المرهق النائم الذي سلم أمره لله والله يعلم كيف يأتي بالأرزاق لهذه الأسرة ثم تتصل بواحدة من بناته وتكذب وتخدع وتغرب الفسق والفجور وتتفق على مواعيد لا ترضي الله هي مواعيد هي مواعيد شيطانية والله لا ينتقمن الله منك لينتقمن الله منك وأريد أن أقول لك تخيل أن ابنتك في العشرين أو في الثامنة عشر من عمرها ظهر لها ذئب مثلك وأفسد عليها أخلاقها وضمر وضمر ضمر القيم لديها وبدل حالها إلى حال سيء كيف يكون موقفك كيف يكون وقع الأمر عند العلم به عليك كيف سؤال يا ليتك تطرحه على نفسك لتفيق من هذه الممارسات الشيطانية سنلتقي بكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل القصير فتابعونا يرحمكم الله ترجمة نانسي قنقر